فئة كانت ركيزة اساسية في هذه البطولة دوري خالد بن حمد سلت الضوء منذ انطلاقته على الشباب البحريني وفي هذه النسخة شمس الفتيات اشرقت لتكمل السلسلة المجتمعية التي يحتضنها فكر سموه مكان اصبح ملتقا لاكتشاف القدرات والمواهب وفيه اصبحت فتيات المملكة تنمي مهاراتها عبر هذه اللعبة اعتبرها فرصة كبيرة وفرصة اتوحت المجال للعبات انهم ينضوون مع الفرق الثانية ويشوفون قدراتهم ويشوفون كيف اداءهم امام الجمهور وايضا فرصة حق الجهاز الفني سواء كان في الاندية او في المنتخبات انه يختارون الفتيات اللي ليدوهم الموهبة انه هما يكونون ان شاء الله اعضاء منتسبين للمنتخبات سمو الشيخ خالد بن حمد من خيرة الداعمين لنشاط المرأة والرجل على حد انسوا ستة فرق تخوض هذه المنافسة وعيونها تميل لكأس البطولة تقارب المستوى الفني وتشابه الطموح ابرزا من الدية والحماس بينهم تعني لي وايد هذه البطولة لان نفس ما نقول عطت فرصة حق البنات يعني عطتنا فرصة لاننا نطلع مواهبنا ونطلع اللي عندنا داشين ثلاث مباريات الحمدلله كل المباريات ناجحين فيهم وداشين هاي البطولة اول شي عشان انجاح هاي البطولة اوكي ثاني جاي هدفنا الثاني ان شاء الله بتشوفونا في النهاي احنا مندور على هالفرص يعني مندور على هال انو احنا بدنا البنات بدهم يلعبوا بدهم يطلعوا طاقتهم بدهم يعني اشياء زي هاي كتير بتساعدنا النسبة شو ما كانت عمارنا بدنا الفريق قبل تتشور فريق البنات وقال الكابتن فواز انا مندخل بهالبطولة كتجربة وما توقعنا صراحة انوصل للنص النهائي والحمدلله وصح ان نخسرنا بس يعني يعني بيان في الملعب احنا كيف حسننا من اول ما بدنا جوائز ومفاجآت اخرى تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم في ختام هذه المنافسة الكل يتوقع طبعا هذا النهاي واحنا طبعا ايضا نتوقع حضور جماهير كبير في النهاي خاصة هناك طبعا جوائز رصدت للجماهير وتم توزيعها يعني قبل ايام وحتى ايضا رح تتوزع في يوم النهاي طبعا احنا عارفين ان الجايزة رح تكون عبارة سيارة وايضا جواز اخرى ولكن طبعا احنا يعني ناشد الجمهور بالحضور لمتابعة الاثارة والندية واللعب وايضا الكسب بالنسبة للجواز ثلاثة نهائيات للمراكز الشبابية وذو الاعاقة والفتيات سيزدل الستار عنها مع موعد جديد حيث المتعة والاثارة مبادرة رائدة من نوعها خالد بن حمد قد حاكها لينسج لنا ملتقا يضم جميع فئات المجتمع ويسهم كما نرى في ارتقاء رياضة المرأة بالمملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف